اهلا بكم ترأى سعد مجلس القيادة الرئاسية العامية طارق صالح اجتماعا عسكريا مشتركا في المخى ضم وزير الدفاع ومحافظي تعز والحديدة ورئيس هيئة الاركان وقادة محاور تعز والبرح والحديدة ووفدا من التحالف العربية ونقش الاجتماع الوسائل المناسبة للتعامل مع التصعيد العسكري لميليشيات الحوث وصياغة خطوات عملية لتعزيز ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف الجبهات واجدد الاجتماع التأكيد على القيام بكامل الاستعدادات وإعداد القوات وتحضيرها حسب خطة موحدة ومتكاملة حتى تكون في أتم الاستعداد والتأهب للمرحلة المقبلة عقد وزير الدفاع ومعه رئيس هيئة الاركان العامة وقائد قوات الدعم والإسناد للتحالف العربي اجتماعا بقيادة محور البراح في الساحل الغربي للاطلاع على الأوضاع في المحور وجبهات الساحل الغربي بشكل عام وخلال الاجتماع استمع وزير الدفاع لشرح المفصل بشأن سير العمليات العسكرية وانتشار القوات في مسرح عمليات القوات المشتركة على طول خطوط المواجهة في محاور الحديدة والسقام والبرح وعشاد وزير الدفاع بمستوى التخطيط والانتشار للقوات المشتركة مثمنان حجم الإنجازات التي حققتها القوات المشتركة نجا محافظ تعز نبيل شمسان من حادثة استهداف إرهابية حوثية لإنشاءات الطريق الرابط بين المخى ومدينة تعز مصادر أفادت بأن ميليشيات الحوث قصفت الطريق العام بعدد من القذائف أصابت إحداهما مقدمة سيارة المحافظ ما أدى إلى احتراقها مؤكدا أن الوحدات العسكرية المرابطة في محيط الطريق أخرجت المحافظ ومرافقه من السيارة ونقلتهم إلى المخى وعقب الحادثة زار العامي طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة المحافظ واطمأن على صحته تسلمت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن محولات كهربائية ضمن منحة إماراتية لدعم مشاريع البنية التحتية للمحافظة وشملت المنحة محولين كهربائيين بقدرة ثلاثة ميجا واط لحقلي بئر ناصر وبئر أحمد وثمان محولات كهربائية موزعة على ثلاثة حقول مية نهاية الموجز إلى اللقاء